أدخل مع حضراتكم في الأخبار نهارده اليوم ابتدى بتمرينة على ملعب التيتش ميسر المسلماني يتكلم ووقف التمرين أكتر من مرة كان فيه محاضرة طبعا اتكلم فيها مع العيبة على مباراة الترجي المقبلة وعلى أهميتها وعلى فكرة أنه من الضروري جدا ومن المريح أنه الأهلي حقق نتيجة إيجابية في رادس أعتقد إن شاء الله بإذن أنه الأهلي بإمكانياته وزكاة الظروف والتوفيق معانا أعتقد الأهلي بإمكانياته قادر جدا جدا يرجع بنتيجة كويسة جدا من تونس ناس كتير جدا بتتكلم على التعادل ناس كتير جدا بتتكلم على إحراز هدف وأنا شايف أنه الأهلي كمان إن شاء الله قادر أنه يحقق مكسف في تونس إن كانت الحقيقة المباراة ليست سهلة على الإطلاق وأنا وصفتها قبل كده بأنها المباراة الأصعب في مشوار الأهلي الموسم ده مباراة ترجي في تونس هي مباراة أصعب ويمكن تكون تفوق في صعوبتها مباراة النهائي اللي بيبقى لها حسابات كتير جدا معقدة منها إنها مباراة من جولة واحدة منها إنها مباراة ممكن تتخطف بهدف مباراة تونس فيها فرصة تانية وده في حد ذاته بيخلي في حافز كبير جدا عند الترجي إنه يختنم الفرصة ويحاول يحقق نتيجة رايحه قبل مباراة العودة في القاهرة عشان كده هيلعب بكل أوراقه هيلعب بكل ما قطي من قوة عشان يحاول يحقق نتيجة مريحة عشان كده بقول إنها مباراة صعبة خليني أقول لحضراتكم كمان إنه بعد التمرين كان فيه اجتماع بين مستر موسيماني والجهاز الفني كل معاوني اتكلم فيهم أو حضر معاهم المطلوب في الأيام اللي جاية سواء على الناحية البدنية أو الناحية الفنية التاكتك اللي هيبتدي يشتغل عليه مستر موسيماني عشان يواجه به واحدة طبعا من أهم وأقوى فرق أفريقيا الترجي التونسي الجانب المضيء أو الناحية الإجابية في التمرينة بتاعت النهاردة غير إنه الفريق شارك بكل عناصره يعني انضم ليه سوداسي المنتخب الأولمبي اللي كانوا مع كابتن شاوئي في المطشين بتوعه جنوب أفريقيا كمان دخل في التمرين النهاردة محمد مجدي أفشة ووليد سليمان والحمد لله طب من عليهم رجعوا من الإصابة مهمة جدا هنا بين قصين أوجه تحية الحقيقة مهمة جدا يمكن الجماهير ما بتحسش بالدور ده بشكل يعني واضح وصريح لكن الجهاز صبي في نادي الأهل الحقيقة عليه عامل كبير جدا في علاج وتأهيل اللاعبين وجهزيتهم خصوصا لما بنكون بنمر بظروف صعبة ويمكن على مدار السيزن راجع كده بالورع والقلم مفيش فترة ما كانش فيه مجموعة إصابات جوه النادي الأهل عشان كده الحقيقة دور كبير جدا وانت بتلعب موسمين تقريبا متلحمين بتشارك في أكتر من ست بطولات ست بطولات في خلال عام ميلادي يعني في خلال 12 شهر راجع كده دفتر البطولات بتاعة النادي الأهل تلاقي ان الفرقة دي شاركت في ست بطولات ومازالت طبعا وبالتالي مجهود كبيرة جدا تحية طبعا للجهاز الطبي صلاح محسن شارك أكرم توفيق طاهرة طمينكو عليه شارك برضو في التمرين وطبعا معاهم ناصر ماهر ومصطفى شبير وأحمد رمضان باكم دول كانوا اللعيبة اللي كانت مع المنتخب الأولمبي وشاركوا النهاردة مع النادي الأهلي في التمرين خليني أقول لحضراتكم كمان أنه يمكن تم إعلان بعد ما التمرين خلص تم الإعلان مستر مسلماني أعلن قيمة الفريق اللي اختارها عشان تسافر معال تونس لمواجهة الترج بداية طبعا محمد الشناوي هيكون معانا محمود وحيد أحمد رمضان باكم رامي ربيعة ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمود كهربا، محمد شريف وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بنون، حسين الشحات، أليو ديانج، علي لطفي، عمر السلية، صلاح محسن، محمد نجدي أفشة معهم سعد سمير، علي معلول، ناصر ماهر، أكرم توفيق، وولتر بوليا، وطهر محمد طهر، وجونيور أجاييه، ومصطفى شبير والبعثة حاليا زي ما قلت لحضراتكم يمكن قدامهم نصف ساعة تقريبا ويوصلوا تونس البعثة زي ما حضراتكم شايفين النهاردة سفرت من القاهرة على طيارة خاصة وزي ما قلت لحضراتكم طبعا كابتن محمود الخطيب هو اللي ترقص بعثة النادي الأهلي في تونس طبعا عندنا أكتر من ملف، خليني أقول لحضراتكم برضو فيما يتعلق بالمواجهة كان فيه كلام كتير الفترة الأخيرة على فكرة الحضور الجماهيري في لقاء الأهلي والتراجي النهاردة تحسم الموضوع ده بشكل رسمي ونهائي السلطات التونسية وفقت خلاص على حضور جماهير التراجي لمباراة الأهلي وتونس للأهلي وتراجي في تونس يوم السبت اللي جاي ومفترض أنه الحضور الجماهيري قل هيكون مسموح به زي ما أعلن طبعا حسابي الرسمي لنادي التراجي على تويتر النهاردة أنه السلطات في تونس وفقت على حضور خمس سلاف مشجع في مباراة الأهلي والتراجي أتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه طبعا بالتأكيد حضور جماهير التراجي في بعض الجماهير كده ده بد أنك تعمل لها حسابي إحنا طبعا لعبنا كتير جدا في الرطس ولعبنا كتير جدا أمام التراجي وجماهيره وفي أوقات كتير جدا ومناسبات كتيرة جدا مهمة وفاصلة وحاسمة قدر الأهلي يحسم المواجهة بشكل عام على أراضي تونسية وفي وسط جماهير تونس الحقيقة واحدة من أكتر الجماهير يعني بتدي قوة دفع وبتدي حماس على مستوى القرى الأفريقية يمكن مع جماهير الأهلي والزمالك في مصر مع جماهير الوداد والراجا في المغرب بعتقد دول أكتر الجماهير اللي ممكن تكون لها تأثير على مجرى أو على سير المباراة لكن في النهاية زي ما قلت لكم تونس كان وشه حلوة علينا في مناسبات كتير جدا والتراجي الحقيقة كان وشه حلوة عن نادي الأهلي في مناسبات كتير جدا نتمنى أن المناسبة دي تكون زي المناسبات السابقة إن شاء الله بإذن الله ويعود الأهلي بتذكارة التأهل مبكرا يعني إذا كان الأهلي عنده القدرة على حسب المطش ده في تونس أعتقد أنه مواجهة القاهرة ما فيه شيء مضمون في كرة القدم أنا عارف بس يعني الحسابات هتكون أسهل بشكل كبير جدا في مباراة العودة